مرحبا بكم متابعينا حالا غنشوفوا في هاد الفيديو كيفاش غدي تستعمل هاد جواز ترقيح بالنسبة للافضاءات العمومية اللي تم فرض فيها جواز ترقيح غدي نشوفوا حالا شنو قال وزير الصحة في هاد الامر وانتخبارونتاز دائما كنقولها وكنعودها انا مجرد كنوصل لخبر يعني لدك لايك والشراك اللي غتعملها غتعملها القناة ديالي ماشي الخبر وشكرا على تفاعليكم كيف ما ذكر وزير الصحة اذكر خالد ايت الطالب وزير الصحة في تصريحة ان الوزارة الصحة اطلقت تطبيقا الالكتروني لقراءة الرمز كي ايغ لجواز ترقيح ووضعته رهن اشارة مسؤولي الادارات العمومية والمحلات التجارية وغيرها لتأكد من توفر المواطنين على الجواز ويمكن تحميل هذا التطبيق على الهواتف الدكية من البوابة الالكترونية لحاملة الترقيح للفيروس كورونا كما سيصبح متاحا ابتداء من الاسبوع المقبل على متجر بلاي ستور عسب ما اوضحه وزير صحة وان هذا التطبيق يضمن حماية المعطيات الشخصية مشيرا الى انه يكتفي بقراءة الرموز فقط ولا يحتفظ بمعطيات الاشخاص الذين يتم التأكد من مادة توفرهم على الجواز الصحي واشار كذلك ان الوزارة الصحة قامت باتشارة للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابعة الشخصية التي وافقت على استعمال التطبيق المذكور مضيفا ان الامر لا يختلف عن ما هو عليه الامر في فرسا ودول اوروبية اخرى يعني احنا تكشير لعملات فرسا امنا احتحنا من جهة اخرى كشف الوزير ان الاشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد سيكونوا بامكانهم ولوج لادارات العمومية والمحلات التجارية بمجرد اخذهم الجرعة الاولى من اللقاح يعني الناس اللي باقي ملقحوا شيء قال لك يلاخدوا الجرعة الاولى يعني يمكن لهم يدخلوا لهذه الاماكن هذه مشيوا الناس اللي ملقحين كeftة قبل مرار 6 اشهر على اخذ الجرعة تانية مؤكدا ان� جيوز الصحي غدي يسبح معطى لني يعني ملغة من بعد ما تم 6 شهر على الجرعة تانية يعني من给我 فوت 6 شهر او على جرعة تانية اخذا جرعة تانية مثلا هذا الشهر من غيفوت 6 شهر الجيوز تلقح ليوه غيرجع ملغة يعني يمشي اخد الجرعة الثاية باش يجددو لوا جيواز ديال تلقح هذا هو مذكر وزير الصحة في البلاغ ديالوه حالا كنتمنى انكم ديروا لايك للقناة لتواصل بالجديد وشكرا